المنى بيبدأ بداه واسمه إكليبسو وكان ماشي جنب الحيط فقبله واحد تاني ماشي جنب الحيط وكرر يخطفه وإكليبسو لما فاء لقى نفسه مربوط ومتربط في سرير عملياته بيتسحب منه دم لحد ما جسمه قرب ينشف من الدم والذات خوفه انه لقى واحد جنبه جسمه من جوا مشتعل وكمان دمه مسحب الكامل لحد ما مات وإكليبسو خاف وفضل يصرخ لكن بدون اي فايدة وده مورو ووظفته ملازم شرطة وفي الوقت ده كان بيحقق في قضية حريق متعمد في نادي ليلي والحريق تسبب في اصابة خمس اشخاص والمكان بالكامل اتدمر ومورو بعد ما خلص تحقيقاته رح للرئيسه في الشغل واسمه تشيرمونت واسمه تشيرمونت اللي قاله انت في الفترة الاخيرة شغلك مش عاجبني وما بقيتش يتحقق اي تقدم والتحقيقات بتاعتك الاخيرة ما بقاش لها اي لازمة وعلشان كده سي سيل هتكون شركتك الجديدة والمساعدة بتاعتك وفجأة وهم بيتكلموا قالهم بلغ باحتجاز رهائم من طلاب سنوية فاتحركوا بسرعة والطلاب كلها كانت خايفة بتحاول تهرب لان في قذائف نار بتنضرب عليهم واللي بيضرب عليهم قذائف النار دي طالب عادي زيهم لكن كان عنده قدرات خارقة وكان بيحاول انتقم من الطلاب لانهم بيتنمروا عليه ودي اسمها ليلي وعندها قدرات خارقة برضو كانت خايفة ودخلت تستخبى في الحمام وكانت مش قادرة تسيطي على قدراتها وعرف انها عندها قدرات خارقة وبتحاول تخفيها والشرطة وصلت للمدرسة ومره شاف الطالب الملتهب وهو نوي يشوي شوية من المتنمرين فرح له بسرعة وكلمه بكل هدوء واقناعه يستسلم وابضوا عليه بسرعة ولان النار اللي هو كان بيضربها نفس النار اللي حرقت النادي اللي ليلي سألوا له هو اللي حرق النادي فقال لهم لا مش انا ولما فتشوه لقوا معه ببعض غريبة وهي دي اللي بيتمدوا بالقوة الخارقة وده اسمه اسماعيل وهو اللي بيبيع الابوات دي للطلاب اللي نفسهم يجربوا القدرات الخارقة من الاخر هنعتبر الابوات دي مخدرات الجيل الجديد يعني مخدرات التنين او مخدرات بتعمل دماغ تنين وطول ما احنا عايشين يا ما هنشوف وده لان حرفيا الطلاب بعد ما بياخدوها بيضربوا نار من كل حتة في جسمهم والمحقق مورو راحل بيته اللي عايش فيه مع صاحبه البطر الخارق المتقاعد واسمه هنري وسألوا ان لو يعرف شخص قدراته الخارقة عبارة عن انه يضرب نارة عن طريق جسمه وهنري قال له هو واحد بس اللي كان عنده القدرات دي واسمه براسيرو وقالكس اللي شاف ليلي في الحمام وهي مش قادرة تستر على قدراتها الخارقة راحل زعيم العصابة بتاعته اسمه ناجا وقال له انا معايا لك خبرين واحد حلو والتاني مش هيعجبك وطبعا هو كان ناوي يقول له انه لقى واحد عندها قدرات خارقة زي ليلي وهنري اتصل بمورو وقال له انا عرفت معلومات ان براسيرو كان محبوس ولما خرج من السجنة قابل كاليستا علشان ينضم لبرنامج اعادة التأهيل الخاص بها ومورو سأله انت عرفت المعلومات دي منين وهنري قال له عن طريق شبكة تعقب الابطار الخارقين وهي دي بقى كاليستا بطلة خارقة برضو وقدراتها انها بتشوف بعض لقطات بسيطة من المستقبل سواء لنفسها او للاشخاص اللي هي شايفهم قدامها ومورو وصل عندها وسألها لو تعرف اي معلومة تدلها على مكان براسيرو لكن ما ردتش عليه خالص لانها مش حابة تتعاون معاه فسابها وخرج ولقى سيسيل بتقوله الطبيب الشرعي عاوزنا نروح له علشان معلومات مهمة ولما رحوله لقوا عنده جسل شخص محروق والدكتور قال لهم الشخص ديالي من حريق حصل في مبنى مهبور وكان بالمنظر ده والغريب ان النار اللي حرقت جسمه هي نفس النار اللي في العبوات اللي الاطفال بيستخدموها علشان يعملوا بيها دماغ تنانين والاغرب اكتر بقى ان النار دي مصدرها اصلا من دمه والشخص ده ماتش محروق خالص لانه مات متصفي من الدم واكيد في شخص هو اللي سحب كل الدم اللي في جسمه وصنع منه المادة اللي الاطفال بتشمها وبتحولهم لدماغ تنانين ومرو بس على صورة براسيرو اللي معاه فعارف بسبب الواشم ان الشخص اللي مات قدامه هو براسيرو وده طبعا يبقى البطل اللي بيضرب نار من ايده وقالك سراح قعد مع ليلي وحاول اتعرف عليها والاهم اتدمرها نفسيا بسبب تنمر الطلاب عليها فقال لها لو احتاجتي مساعدة في اي وقت تقدرت التسليبية وهي فرحت لاني في شخص بيتقرب منها ومرو راح لواحد من المصابين في حادثة حريق النادي الليلي وقال له انا عارف ان انت اللي تسببت في الحريق والشاب حاول ينكر لكن سيسيل بدأت تشتغل وقالت له الحرق اللي في دراعك هيقلب بوباء وفي الاخر هتمفير شبه صاحبك والوحيد اللي معدت رياء للمرض اللي عندك هو نفس الشخص اللي باعلك المادة اللي حاولتك لخارك والشاب بخافه قال لهم على اسم مواصفات اللي باع له المادة هو اسمه اسماعيل وفي نفس الوقت ناجا اجتمع بصبته وقال لهم محدش فيك ولاحظ اختفاء اسماعيل طب وكمان محدش فيك ولاحظ ان المخزون بتاعنا ناقص ومسروق منه صندوق وكلهم قالوا له لا فقال لهم اليكس هو الوحيد اللي اعرف ان اسماعيل سرق المخزون ويرب بيه ودعه لشان يبيعور الناس ويلعبوا بيه وعاوذكوا تختفوا من وشي دلوقتي وترجعوا لي وانتم معكم اسماعيل ولما مشوا ناجا سأل اليكس وقال له انت وصلت الايه معالي لي فقال له قريب هاجبها لحد عندك وناجا من كتر عصبيته رح بسرعة شمله شمع عمل دماغ تنين وبقى مشتعل اشتعل السنين وبدأ يضرب نار من ايدي الاتنين واسماعيل وهو ماشي في حاله لقى الشرطة بتجري وراه من كل اتجاه فهيرب منهم ودخل محل سوبر ماركت وسيسيل دخلت وراه ما تعرفش انه عمل دماغ تنين وكان خلاص هيحرقها لكن من حسن حظها ان مورو وصل في الوقت المناسب وانقاذها وابضوا عليه وطبعا حاولوا يحققوا معاه بكل الطرق علشان يقول لهم مين ميتجيلوا العبوات دي لكن ماعرفوش يطلعوا منه باي معلومة لانه مصمم على السكوت ومورو نزل للمطعم اللي جنبهم علشان يجيب اي حاجة اكلها لكن جالوا مكالمة من هندري صاحبه وقال لنا عرفت معلومة ان في بطل خارج تاني اختفى واسمه اكلبسو ولو تفتكروا ده نفس الشخص اللي اتخطف في اول الفيلم وقدرت الخارج عبارة عن انه بيقدر يعمل عامة مؤقت لاي حد بيبوست في عينه وفجأة وهو مورو بيتكلم سمع صوت انفجار قوي حصل في مركز الشرطة اللي هو شغال فيه فرح بسرعة ولقى حارس الامن اللي عالباب مصاب العامة ومش شاف اي حاجة ولما دخل لقى واحد من اصحابه برضو مصاب العامة وبعد كده شاف واحد خارج وقدر يعمل ضابط بمجرد انه بص في عينه وفجأة سمع صوت الجماعة دول فوق وسيسيل بتحاول توقفهم لكن مسكوها وامتطسوا نظرها هيا كمان وهربوا ومورو حاول ينقذها بسرعة لكن ايده كانت شفافة وهو قاعت من ايده مما كان عالي لكن ما ماتتش لان مورو طلع عنده قدرات خارقة برضو وقدر يطيرها في الجو لحد ما نزل وانقذها وكمان رجع لها نظرها والجماعة اللي دمروا المكان كانوا بيحاول يهربوا اسماعيل اللي شاف القدرات الخارقة اللي عند مورو وبعد كده هرب مع الاساب بتاعته وراح لناجا القائد بتاعه اللي كان ناوي يقتله وده طبعا لانه خانهم لكن اسماعيل علشان ما يموتش قال للقائد ان فيه ضابط اسم مورو وعنده قدرات خارقة قوية جدا وقدر يوقف واحدة في الهوى وناجا قال له دي معلومة جميلة وبعد كده قتلوا بنفس ولما خلص عليه قال لي رجالته هتولي الظابط مورو ده بسرعة وده لان قدراته هتنفعنا وواحد من اصابة ناجا راح لاتنين في الشارع وقال لهم العبوات دي هتديكوا قدرات خارقة وهدهالكم مجانية ففرحوا بيها واستخدموها بسرعة لكن الشخص ده طلع بيدهالهم مجانية علشان يختبرها عليهم ولما استخدموها طلعت جرعة زيادة فماتوا هم الاتنين والشخص ده اتصل بناجا وقال له لازم نخافف الجرعة شوية وقبل ما يمشي كاليستا شافته قررت تنتقم لان الاتنين اللي ماتوا دول يبقى اصحابها وتاني يوم في واحدة راحت لمورو للمركز اللي شغال فيه وكان يعرفها بشكل شخصي وقالت له ان بنتها ليلي مختفية بقى لها كتير فخرج بسرعة علشان يحاول يبحث عن ليلي بأي طريقة والعصابة كانت منستنيها فرحت وراه وفي نفس الوقت ليلي متوصلها بأنابيب سحب الدم من جسمها ونجا هو المسؤول عن كل ده لانه بيعمل من دم الابطار الخارقين عبوات تحول اللي بيشمها لنفس القدرة الخارقة اللي عند البطل اللي خده منه الدم ومورو هو بيبحث عن اي حاجة تخص ليلي لقى ورقة فيها رقم مهم فاحتفظ بيها وسيسيل كانت رايحة وراه وكاليستا شافتها بالصدفة فشافت انها بعد لحظاتها تتيتل فراحت وراها بسرعة علشان تنقصها والعصابة هجمت على مورو بسرعة وضربه بحقنة مخدل علشان ما يقدرش يقوم معهم ونقلوا لعربتهم علشان يخلعوا بيه وكاليستا وسيسيل وقفين من بعيده بيرقبوهم والعصابة ما عرفتش تهرب لان مورو كان فايق حاجة بسيطة واستخدم قدرته في انه يوقف العربية وما عرفتش تتحرك نهائي وسيسيل وكاليست هجموا على العصابة بسرعة ودخلوا معهم في معركة وكانت صعب عليهم واكسل عارف ان مورو هو الموقف العربية فاستخدم سلاحه بسرعة وضرب ثلاث طلاقات على مورو والمفروض انه كده قتلوا ورمامنا العربية وعرفوا يهربوا وسيسيل حاولت تساعد مورو باي حاجة لكن فقدت الامل لما شافت الرصاص اللي في جسمه لكن استغربت لما لقيته قادر يطرد الطلاقات من جسمه بقدراته الخارقة وهي اصلا ما كانتش تعرف انه عنده قدرات خارقة بس مركزتش قوي في كده ونقلته بسرعة لبيته علشان يتعالج براحته من الجرح اللي في جسمه وسيسيل قعدت معي هنري وكاليستا وقالت لهم انا لقيت الرقم ده في جيب مورو وهنري خد الرقم وبحث عنه فعرف انه الدكتور اسمها اليزيبس وبتشتغل طبيبة نفسية متخصصة بالقدرات الخارقة وسيسيل لما شافت صورتها اتعرفت عليها لانها كانت استجوبتها قبل كده في قضية موت براسيرو طبعا ده برضو بطل النار يعني عشان له حد ناسي فشكه في امرها انه ممكن يكون لها علاقة باختفاء الناس اللي عندهم قدرات خارقة وعشان كده هنري رخ لها على انه مريض ولما استقبلته في مكتبها طلب منها مياه ولما خرجت اتحرك بسرعة وحط لها جهاز تصنط في المكتب ودعه عشان يعرف كل اللي هي بتعمله ولما رجع لبيته بدأ فعلا يسمع كل اللي هي بتقوله كل اللي بيحصل عندها وبعد بحث كتير عن تاريخها المهني سيسيلا عرفت انك اتشغال مع دكتور كبير في علم القدرات الخارقة وانفصل عن بعض لانها بتعمل تجرب غير اخلاقية او انسانية على اصحاب القدرات الخارقة وهنري وهو قاعد فجأة سمعت دكتور اليدبس بتتكلم مع ناجا وبتسأله عن اخبار اللي لي وبتقوله انت وعدتني انك هتاخد منها شوية دم وتسيبها تمشي لكن ناجا قال لها انا ما وعدتكش بحاجة والامر ما عادش يخصك واتمنى ما تتدخرش فيه تاني فقالت له انا جبتلك بشر كتير لكن دي انا مش عاوزها تموت لانها تهمني وناجا قال لها لو اتكلمت تاني اعتبري نفسك بتضحي بحياتك فقالت له على الاقل خلينا اتطمن عليها فوافق ولما خرجت كاليستا كانت مستنيها برة وبدأت ترقبها وشافتها وهي رايحة للمبنى اللي ناجا بيعمل فيه ابحثه القذرة وإليزابيس بعدما اتطمنت على ليلي عرفت انها خلاص هتموت قريب فخرجت من عند ناجا واتصرت بالشرطة علشان تبلغهم وقالت له مع الناجا وعن مكانه وهنري اسمعها فاعرف ان لو الشرطة راحت للموقع هيكون في بحر دم فقرر انه يتحرك مع كاليستا وسيسيل بسرعة علشان يخلصوا على ناجا وعصابته واموره بدأ يفوق من غيببته ومن الواضح انه قدرته هي اللي بتصحي وهنري وصل مع فرقته الموقع ناجا وعصابته علشان يبدأوا ينفزوا مهمتهم وبعد ما مره خلص على ناجا القائد بتاعه في الشرطة شافه وعرف ان مره عنده قدرات خارقة فاضطر يشيله من منصبه وده لان ما ينفعش يكون في حد في الشرطة عنده قدرات خارقة وعيا مكانه سيسيل وبكده هي المسؤولة عن قسم التحقيق في قضايا الابطار الخارقين ومره بأقوى شخص عنده قدرات خارقة في الابطار الخارقين واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعه لو زر الجرس وشكرا على وقتكم